أهلا بكم تلا قداسة البابا فرنسيس صلاة تبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأبو الأقدس كلمة قال فيها إذا أردنا أن نكون رسلا صالحين علينا أن نكون مثل الأطفال فنجلس على ركبتي الله وننظر من هناك إلى العالم بثقة ومحبة لكي نشهد أن الله وحده يحول قلوبنا ويمنحنا الفرح والسلام الذين لا يمكننا أن نحصل عليهما بأنفسنا وأضاف قداسته يقول علينا أن نعلن أن الله قريب بالقيام بالعديد من تصرفات المحبة والرجاء باسم الرب وأن نعرف كيف نبعث الشجاعة في الآخرين ونقترب من الذي يتألم ومن الذي يعادينا وختم قائلا لنرفع صلاتنا إلى العذراء مريم لكي تساعدنا لنشعر بأننا محبوبون وننقل لبعضنا بعضا الثقة والقرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر